بيت شركة الأحاديث الرعيفة التي تلقى في المواعب الأحاديث الرعيفة في المواعب لا يتذكرها إلا بشروط ثلاثة الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا فإن كان الضعف شديدا فإنه لا يجب أن تذكر والشرط الثاني أن يكون لهذا العمل الذي فيه الترهيب أو الترهيب أن يكون له أصل فمثلا لو ورد حديث ضعيف في الترهيب في صورة جماعة هذا له أصل فإن صورة جماعة قد علم الأمور بها أي حديث ضعيف في التحذير من الغيبة هذا له أصل لكن لو يأتي حديث ضعيف في الترهيب في عمل لم يكن نسوعة كثاف تسليح مثلا فإنه لا يجب أن يسجعب به ولا ذكره إلا مبين ضعفه الشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا السرط ليجب لنا أن لا نذكر الضعيف أمام العامة مطلقا لماذا؟ لأن العامة إذا سمع الحديث فسوف يعتقد أنه على رسول على وسائل الصلاة سوف يعتقد أنه على رسول فلا يجب أن تذكر الأحديث الضعيفة أولا في الترهيب والترهيب أمام العامة إلا إذا كان الرجل سيذكر الحديث ثم يقول إن هذا الحديث ضعيف إن هذا الحديث ضعيف فهذا خيط لأجل أن يبين الأمر على وجه أمام ترجمة نانسي miafit اشتركوا في القناة